دي فرصة زهبية بالنسبة لي إننا أتكلم عن الراجل ده بحرية الآن أو الرأي بحرية خلاص هو مش موجود مع منتخة مصر ولا مرشح للاستمرار مع منتخة مصر كان دايما في الأيام اللي فاتت بتحفظ شوية آه كنت بقول مميزات الراجل واللي عاملوا مع منتخة مصر بس بتحفظ عشان اتحاد الكرة يبقى صاحب قراره وسيد قراره في بقاء كارلوس كيروش أو تبديله بمدرب آخر عشان مباشي اسمنا بنحاول نضغط بشكل أو بآخر كل واحد حر هو اتحاد الكرة اللي بيدير وهو اتحاد الكرة اللي عارف المصلة هتكون عاملة ازاي بالمعايير اللي هكلمكم عنها بعد شوية وهكلمكم عنها أكتر بكرة كمان بتفاصيل كثيرة جدا بس الراجل ده مع منتخة مصر في ست شهور حقق نجاحات عريضة وكبيرة في فكرة المشروع دي تقول لي نجاحات عريضة كبيرة ده احنا خسرنا كاس أفريقيا ده احنا موصلناش كاس العالم ده احنا مكسبناش البطهور العربية بستعالة بقى اقول لك يعني ايه مشروع ويعني ايه تبدأ في مشروع ويعني ايه تنجح في بدايات المشروع بتاعك ايه مشروع في الدنيا انت بتحاول تبني حاجة عشان تاخد النتاج بتاعها بعد سنوات بعد سنوات اللي بقاله ست شهور ده بس لنهاية كاس الأمم الأفريقية وانت معاك منتخب حضرتك حضرتك اللي قلت ان الجيل ده لا يستطيع الوصول لنهاية كاس الأمم الأفريقية وانا متأكد وانت معطرد على كالوس كيروش انت برضو نفس الشخص اللي قال ان المفروض المنتخب الحالي يحصل فيه تطوير كبير جدا عشان ده منتخب مش مؤهل انه يوصل لمراحل بعيدة وصل لنهاية كاس الأمم الأفريقية وصل لاخر نقطة في نهاية كاس الأمم الأفريقية ضربات الترجيح عمام السنغال تحيبت المنتخب السنغالي او جالك منتخب السنغالي في المرحلة النهاية من التصويرات كنت هتقول مستحيل اكسبهم مستحيل اكسبهم خلى عندك الطموح كسبهم في امبارات الزهاب خسر في امبارات العودة بنفس النتيجة والضربات الترجيح رجحت برضو السنغال طيب في اي بلد في العالم في اي بلد في العالم لما يجيبه مدرب اي اتحاد كرة في العالم يجيب مدرب يقول له انا عايز منك مشروع المشروع ده يتطلب انك تقدر تحط لي عناصر جديدة لمنتخب مصر عناصر شابة وعناصر لها خبرات اطلب منه ان انا عايز هلعب بطريقة لعبة معينة عايز كل البطولات اللي نفس فيها اكسبها على فكرة بس في بعض المنتخبات وبعض الاتحادات يطلبهم من مدرب انا عايزك تكسب البطولة دي والبطولة دي مش مشكلة حضر فيها او عايزك توصل لنصف النهائي في البطولة دي بطولة دي انا عايزك توصل للنهائي بس مثلا مثلا احنا عشان عارفين ان احنا منتخب مصر فاحنا اي بطولة بنفس فيها لازم نكسبها بس تعالى اقول لك حاجة بمنطقية شديدة بهدوء شديد لو احنا تعاملنا بتصنفنا بين المنتخبات الافريقية الكبيرة دلوقتي هتلاقي فيه منتخبات مسابقانة مسابقانة في ايه في تشكيلة من اللاعبين مميزة جدا بتحترف او محترفة في اكبر الدوريات الاوروبية طيب يا سيدي ما احنا كنا ياما بنكسب بطولات باللعبة المحلية ارجوك يا فندم ارجوك بلاش تقارن بالجيل بتاع 2006-2010 انت على مدار السنين اللي قبلها كنت تفوز بصعوبة جدا سيبك من البطولتين اللي في الاول في كاس الامر الافريقية اللي همها 57 و59 كنا متشارك بثلاث منتخبات بس يعني كان مصر والسودان واسيوبيا فهي بطولة مش كبيرة همها ثلاث منتخبات فهي قدر تكسبه بعد دول انت مكسبتش بطولة الا في 86 يعني بعد 30 سنة كسبت كاس الامر الافريقية واستنيت ومع ده طبعا بربع سنين وصلت الكاس العالم 90 استنيت 8 سنين 8 سنين كاملة عشان تكسب كاس الامر الافريقية 98 وكان لها ظروف وكان وقتها المنتخب النجري اللي هو اقوى منتخب في قار الافريقية واحد من اقوى المنتخبات في العالم وقتها لو تفتكروا نيجيريا 98 دي كان مستبعد من قبل كاف لامور تقديبية وقتها بس تكسبنا البطولة بمجهودنا طبعا بامكانيات عظيمة الجيل رائع استنينا حد 2006 عشان نكسب بطولة اخرى ده الجيل الاستثنائي لكن احنا على فترات طويلة وبعيدة طبعا مش كلمك على كاس العالم اللي احنا 90 لحد 2018 كان في 28 سنة بس على مدار تاريخنا ما عندناش قعدة ثابتة في القوة باستثناء الاربع سنين الاستثنائيين انت على مدار التاريخ ما فيش نظام انت بتستنى دايما الاستثناء دلوقتي انت مش المنتخب الاقوى في القارة الافريقية ده بشكل واضح طيب عشان نبقى المنتخب الاقوى في القارة الافريقية عشان لما جلنا اي مدير فني ساعتها نقوله احنا بنكسب بجيل رائع جدا من اللاعبين واي مدير فني كسبنا عشان نوصل للمرحلة دي لازم يبقى فيه تفاصيل كثيرة جدا منها اللي اتكلم عنها كلوس كيروش ملاعب سليمة الناس تعرف تلعب عليها كرة بشكل كويس كل الملاعب بتاعتنا تبقى مؤهلة لده واحد اتنين عندنا قطاع ناشئين فعلا محترم مش قطاع ناشئين فيه المدرب الفلاني بيجيب فيه من اخوه ومن عمته ومن عمه قطاع ناشئين في كل الاندية مش بسمي نادي بعينه وكلنا عايشين الكلام ده كم مرة يجينا تلفونات هو انا ابني ينفع يخش هو انا فلان يخش ومدربين كتير جدا يبقى اللي يتم اختياره لقطاع الناشئين او فرق الناشئين هو لعب مؤهل حقيقي ويتم تأهيله بقى في قطاع الناشئين بشكل محترم طب عشان يتم تأهيله بشكل محترم يبقى مدربين اللي بيدربوا قطاع الناشئين مدربين كبار مميزين لهم خطة واسلوب احترافي كبير مش لاعب بيعتزل فانكرموا ان احنا نديله فريق في الناشئين هو لسه ما عندوش اي خبرات بالعكس انت حضرات تجيب مدرب كبير ومحترم في قطاع الناشئين حضراتك تصرف على قطاع الناشئين ده اكبر كمان ما بتصرف على الفريق الاول انك تجيب مدرب وتديله لاتب كبير المدربين اللي بياخدوا لاتب كبير في قطاع الناشئين مش تجيب مدرب تديله 4-5 دفعين عشان هو لسه معتزل فاي واحد هياخد اي رقم يشتغل عشان ده اللي هيأسس لنا بعد كده جيل محترم للمنتخب الاول طيب عشان يبقى عندنا قاعدة قاعدة من اللاعبين المحترفين خد بالك انا قدت الكلام ده قبل كده احنا اكيد الكواليتي بتاع اللاعب بتاعنا خلقة ربنا يعني مش اقل من الكواليتي بتاع لعب مثلا السنغال بس الفرق بين اللاعب بتاعي واللعب بتاع السنغال ان الراجل ده الراجل بتاع السنغال بيلعب في الدولة الانجليزية بيحتك من منشستر سيتي وليفربول ومنشستر نايتد وتوتنهام واحنا اللاعب اللي في مصر بيحتك بفرق يعني مش طبعا مش بنفس القوة كامل احترامنا لكل الفرق فانا عشان حسبه واقوله انت لعب كويس وانا مش لعب كويس لازم ادينه نفس الاحتكاك اللي بياخده لعب السنغال وساعتها اقدر بكل صراحة حسب اي مدير فاني يجي المنتخب مصر عندي منتخب قوي جدا منتخب كله محترفين اقدر حسب المدير الفاني المنتخب ساقوله لا لا انت بص اللعب اللي عندك عاملة ازاي بتلعب في دوليات عاملة ازاي انت شايف امكانياتنا عاملة ازاي شايف المهارات اللي عند اللعبين عاملة ازاي شايف كطاع النشيين بيطلع عندها لعب عاملة ازاي شايف الملعب عندنا عاملة ازاي شايف كل التفاصيل اللي ليه عضاقة بكرة القدم عاملة ازاي شايف حجم التنافس في الدول اللي فيه عدد فرق 16 فريق مش 18 فريق أو 14 فريق حتى عاملة ازاي شايف الفرق اللي في الدول كلهم بينفسوا على الصدارة مش كلهم بينفسوا على الهبوط اقدر ساعتها قلوم الموديل الفني لكن الموديل الفني القادم لمنتخب مصر هيعمل ايه لو بيواجه نفس الظروف وبيواجه نفس المنتخبات القوية الكبيرة وإحنا كمنظومة كرة ما بنعدلهاش كلها احنا دايما نمسك في المداري بيواجه نفس المداري